موسيقى مرحبا غضب نسائي جزائري بسبب تصريح لمحافظ المعرض الدولي للكتاب بوجوب اعطاء رخصة كتب تعنى بكيفية ضرب المرأة لا يكون ضرب لطيف بدل من الضرب العنيف يلي عم تتعرض له النساء تصريح المحافظ يلي تم تدوله كمقطع فيديو منفصل دفع بصحفية جزائرية اطلاق عريضة مواقع التواصل لمقاطعة الطبعة المقبلة من المعرض احتجاجا على ما اعتبرته إساءة للمبادئ الرئيسية لاحترام الإنسان لتحدى هالعريضة بانتشار واسع دفع المحافظ للاعتذار عبر بيان شرح فيه انه يلي حكيه كان عسبيل المزح ولا حث الرجال على عدم ضرب النساء قامت لها ضجة كيف تضرب المرأة ولو بيني يبينك لو كمل العنوان وكيف يضرب الرجل ننتقل لموجة أخرى اشتاحت مواقع التواصل العربية ولكن موجة سخرية مش غضب والسبب بيرجع لتداول مقطع فيديو لأحدى مقدمات البرامج الاستشارية بعلوم الطاقة مثل ما بتوصف حالها عم تحكي عن تحويل مسار الأعصار الأخير يلي ضرب ولاية فلوريدا بسبب اتصال تلقته من سيدة عربية عم تطلب منها مساعدة حتى ما يتدمر بيتها لتقومها المذيعة بخفض القوة التدميرية للأعصار وتغيير مساره من المناطق السكنية لخليج المكسيك لكن الأطرف هو انتشار فيديو آخر لسيدة عم تدعي أن بالفعل تواصلت مع هالمذيعة يلي ساعدتها على تغيير مسار الأعصار ليشكلوا هالفيديوز مادة دسمية لجميع المتابعين يلي موفروا أي فرصة للسخرية من المذيعة والقناة يلي بتسمح بعرض هالخرافات على الهواء فبالفعل درنا والله الحمد أنا ومصر أحمد شعبان أننا نغير شوية مسار الأعصار ونوطي الطاقة بتاعته خليناها بنسبة أخاف وحاولنا أننا نحدفه شوية تجاه خليج المكسيك ما فيش بشر فيه ونختم مع نوع جديد من برمجيات الفدية الخبيثة اللي عم تنتشر مؤخرا وبتقومها البرمجية على منع المستخدمين من الدخول واستخدام أجهزتهم عبر إرسال رسالة بتخبر فيها المستخدم أن الطريقة الوحيدة للدخول هي من خلال إرسال عشر صور عارية إلى نواب وضعيات مختلفة ليتأكدوا أنه هالصور بالفعل بترجع لصاحب الجهاز نفسه طبعا الخبراء عم يحذروا بشكل كبير من الضرر يلي ممكن يتسبب فيها الأشخاص لأنه على الأكيد رح يقوموا بابتزاز الضحايا من جديد بالصور العارية للحصول على أموال أو على مزيد من الصور ومع هالخبار أنا بدي أودعكم لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستجرام وسناب شات وعلى أكيد ما تنسو تتاج أنت هاشتاج ترينز وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشرة جديدة باي